أحيانا هو سلوي هو تعبين نسا في إرهاق مجهد يعني في إرهاق مع شباية أعراض للرشح يعني هو دلوقتي نتنرس كنتنا هو بنتكلم ونهاردة أحسن بكتير والدنيا أحسن بكتير يعني عن طريق ناس لقناة الزمال الكلام لقوله غلط تماما وتقال النهاردة الكلام ده مش مصبوط بالنهاردة خالص يعني لأ يعني بشعب أو يصل راحا الكلام ده وأنا عايف إحنا الفترة دي كم من الإشعاد غير طريقة دكتور محمد كم من الإشعاد شهد أول تصريح من محمود الخطيب على زيارة مرتضى منصور في سجن أبو زعبل ما هي حقيقة الفيديو المسرب من زيارة محمود الخطيب إلى المستشار مرتضى منصور في السجن السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرسة شهد أول تصريح من محمود الخطيب على زيارته مرتضى منصور في سجن أبو زعبل قدت محكمة جنح العجوزة جمال الجيزة برئاسة المستشار السليم سليم بتغريم المستشار مرتضى منصور رئيس ناد الزمالك السابق 15 ألف جنيه بتهمة سبي وقذف ممدو عباس رئيس ناد الأسبق خلال ظهوري في برنامو الزمالكاو المذاعى لقناة الزمالك وفي السياق ذاته أجلت جنح العجوزة محاكمة منصورة في قضية جديدة ثانية أقامها ممدو عباس رئيس ناد الزمالك الأسبق متهمة إياه بالسبب والقذفة إلى جلسة الثاني عشر من مارس الجاريط وفي الثامن من فبراير الماضي قدت محكمة جنح النقدة برفض الاثنى عشر طعنا المقدمة من مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة ناد الزمالك السابق على أحكام الغرامات الصادرة ضده في قضايا السبي والقذفة لصالح كل من الإعلام عبد الناصر زيدانة الناقد الرياضي وهان العتال ومجد خليلة وممدو عباس في قضايا السبي والقذف بعدم جواز الطعون ومصادرة الكفالة وتغريم الطعن مبلغا مساويا لها وقبل أسبوعين أصدرت محكمة النقد حكما نهائيا بحبس مرتضى منصور شهرا بتهمة سبي وقذف لكابتن محمود الخطيبة رئيس ناد الأهلي ونقلت أجهزة الأمن منصور إلى سجن واد النطرون لقضايا العقوبة المقررة عليه ما هي حقيقة الفيديو المسارب من زيارة محمود الخطيب إلى المستشار مرتضى منصور في السجن كشف الإعلام خالد الغندور عن موعد خروج المستشار مرتضى منصور رئيس ناد الزمالك من السجن ويقضي مرتضى منصور عقوبة الحفز شهرا في قضية سبي وقذف محمود الخطيب رئيس ناد الأهلي وقال خالد الغندور في تصريحات لبرنامج زمالكا والمذعب رفضائية الزمالك أمير مرتضى منصور كان متواجدا مع والده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعلومة لعندي أن رئيس الزمالك سيخرجه من السادس والعشرين من المارس الموافق رابع يوم في شهر رمضان إلا إذا خرج قبلها وأضاف مرتضى منصور سعيد جدا بالفوز على الترجل التونسي ومن أداء اللاعبين ويحثهم على مزيد من الانتصارات والتألق واصل مرتضى منصور حريص على أن الأيام المقبلة سيتم مصارف مرتبة الموظفين ومستحقات اللاعبين وذلك من خلال الشركة الرعية شاهد تفاصيل زيارة محمود الخطيب لمرتضى منصور في سجن أبو زعبل تحدث سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك لأول مرة عن أنباء مفاوضات إدارة القلعة البيضاء لليوناني تاكس جونياس من أجل خلافة فيريرة وفز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بثلاثية مقابل هدف على نظير الترجل التونسي في إطار منافسة الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطلة دوري أبطال إفريقيا وقال سليمان وهدان في تصريحات عبر برنامج اللعبة نحن بلا شك نحب الاستقرار وندعم لعب الزمالك والفريق وتابع لو هناك تغيير مصلحة نادي الزمالك إحنا هنعملها في حاجات في الغرف المغلقة مش هنشرفية فقط جدير بالذكر أن المجموعة الرابعة تضم أيضا الترجل التونسي صاحب الصدارة برصيد 90 نقاط بالإضافة للزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقاط وبفارق الأهداف عن المريخ صاحب المركز الأخير الذي يتساوى مع الفارس الأبيض بنفس النقاط أول تصريح من نقل مرتضى منصور بعد زيارة وفد من الناد الأهلي إلى والده مرتضى منصور فتح الإعلام مهيب عبدالهادي النار على المسؤولين في نادي الزمالك بسبب رحيل بعض الأعمدة الرئيسية عن الفريق خلال الفترة الماضية وقال مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر برنامجه اللعيب تخيل وجود مصطفى محمد وإمام عشور وأبو جبل وطارق حمد وبن شرقي في الزمالك أقسم بالله المجموعة دي تاخد دوري أبطال إفريقيا وتابع لكن بن شرقي مش هيجدد عشان خاطر مليون ونصف أو 2 مليون دولار رغم أنك جبت سامسون ب 2.5 مليون دولار طارق حمد بسبب 10 مليون فرق فتجب مصطفى شلبي ب60 أو ب70 مليون جنيه شاهد أمير مرتضى منصور والدي تعبان بسبب محمود الخطيم ومش مسامحه كشف الإعلامي كريم رمزي تفاصيل مفاوضات إدارة نادي الزمالك مع أسطورة إيطاليا لقيادة الفريقة تحسبا لرحل البرتوغالي جسفالدو في ريرا خلال الفترة المقبلة وتحدث كريم رمزي خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه رقم 10 حيث قال خلال الأيام الأخيرة تواصلت إدارة نادي الزمالك مع الإيطالي والتر مادزاري وضعف لكن المدرب الإيطالي رفض فكرة التوجد في الدوريات الإفريقية خلال الفترة الحالية واختتم بالإضافة لطلبات المالية أيضا لم تناسب إدارة الزمالك وهو ما تسبب في توقف المفاوضات جدير بالذكرى أن المفاوضات توقفت لحين دراسة الأمر من جميع الزوايا في ظل طلبات الإيطالية المالية الكبيرة وانفعل الإعلامي أحمد حسام ميدو بسبب الأنبال التي ترددت بشين رحل البرتوغالي جسفالدو فيرير المدير الفني لنادي الزمالك أمام الترجي التونسي بدور أبطال أفريقيا وتعادل الفريق الأبيض أمام نظره برمد سلبيا في المباراة التي جمعتهما بالجولة العشرين من الدور المصري الممتاز أول تصريح من أحمد سيزيز على قرار مغادرة نادي الزمالك إلى الاهلي بعد مباراة الترجي أكد الفرنسي باتريز كارتيرون المدير الفن السابق للزمالك أن الفريق تأثر كثيرا برحل اللاعبين الكبار في صفوفه ولم يقم بتعويضهم بشكل جيد وأتمنى فوزهم على الترجي وقال كارتيرون في مداخلة فيديو مع الإعلام سيف زهر في برنامج ملعب أونتايم المذوع على قناة أونتايم سبورتس أتابع دور المصري وأجد دائما أشعر بالسعادة لمشاهدة المباراة والدور قوي بوجود أندية تنافسية مثل الأهلي والزمالك وبرامز وأضاف كارتيرون الزمالك خسر الكثير من اللاعبين الكبار ولم ينافس على البطولات بسبب رحل اللاعبين المهمين عن الفريق وأنا أحب الزمالك وكنت سعيد بالعمل داخله أخيرا بيان من الزمالك وضحوا ما هي حقيقة زيارة الخطيب رئيس الأهلي إلى مرتضى منصور ارتفاع في ضغط الدم صعوبة في التنفس وارتفاع بضغط الدم أبرز ما جاء بالتقرير الطبي الخاص بشأن حالة مستشار مرتضى منصور رئيس ناد الزمالك السابق بعد نقله إلى سجن وادي النترون لتنفيذ وقوبة الحبس شهرا في قضية اتهامه بسبب وقذف الكابتن محمود الخطيبة والآن عزيزي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات ما هو سبب ما يحدث مع الناد الأهلي من ظلم داخل دور أبطال أفريقيا لا تنسوا أن تشاركونا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية تمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي اشتركوا في القناة